قذائف مضيئة في سماء القطاع مع ظلام الدامس طبعا بطبيعة الأحوال للأسبوع الثالث واستمرار عمليات القصف في هذه المشاهد المباشرة هي قنابل مضيئة واعتدنا حتى من خلال هذه التغطية أنها تسبق عمليات الاستهداف والجانب الإسرائيلي خلاله الأيام الأخيرة أصبح يركز غاراته وعمليات القصف على الساعات المسائية ليلا في هذه اللقطات المباشرة القذائف المضيئة في سماء قطاع غزة إذن نعود ونكرر مشاهدين أن هذه اللقطات هي مباشرة من قطاع غزة وقنابل مضيئة بأجواء غزة بعد يوم من الاستهدافات التي بدأت في ساعات الصباح الأولى بمحيط مشفى القدس وحالة إنسانية أخذ في التدهور ولهجة عالية من الجانب الإسرائيلي لضرورة إخلاء 25 مشفى داخل قطاع غزة واللهجة كانت أكثر حدة فيما يتعلق بمشفى القدس وقبل دقائق فقط هاتفيا تحدث لنا مدير المشفى عن عمليات الاستهداف التي تضررت على إثرها عدد من الطرق وألاف الآن من النزحين لجأوا إلى أسوار هذا المشفى تخوفا من عمليات القصف هذه في هذه اللحظات القنابل المضيئة تلقى من القوات الإسرائيلية على مواقع في قطاع غزة وكما اعتدنا في هذه التغطية هذه العملية تسبق عمليات القصف والاستهداف داخل القطاع إذن مشاهدين نذكر مرة أخرى بأنه منذ ساعات الصباح الأولى تجددت عمليات القصف والغارات على قطاع غزة والتي لم تتوقف بل زادت وطيرتها خلال الساعات الأخيرة وأصبحت أكثر حدة وغير مسموقة الآن هناك قنابل مضيئة تلقى في أجواء القطاع وهناك تحذيرات من الجانب الإسرائيلي بضرورة إخلاء 25 مشفى من ضمنها مشفى القدس كذلك ألاف من المدنيين الفلسطينيين يجعون إلى المشافي هناك تقطع في الطرق نتيجة هذه الاستهدافات كما علمنا من مراسلين على الأرض وكما علمنا أيضا من التواقم الطبية العاملة بهذه المشافي وهناك تخوفات حقيقية من تكرار سيناريو مشفى المعمداني خلال الساعات القادمة منظمة الصحة العالمية قالت إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير الهلال الأحمر الفلسطيني التي أكدت أنه لا إمكانية لجستيا ولا رغبة من حيث المبدأ أيضا لإخلاء المشافي داخل قطاع غزة اشتعال النيران في أحد المواقع بالقطاع في هذه اللحظات بعد إلقاء عدد من القنابل المضيئة التي شاهدناها قبل دقائق فقط في أجواء القطاع